الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم دشن محافظ حضرموت فرش سالمين البحسن بالمكلة تسليم مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت لدفعة جديدة من سيارات شفط مياه الصرف الصحي حيث جرى تسليم المؤسسة أربع سيارات بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بكلفة إجمالية بلغت 600 ألف دولار وأكد المحافظة همية هذه المنحة لتعزيز عمل مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت في سياق الحملة الشاملة للحفاظ على نظافة مدينة المكلة ومواجهة انسدادات الصرف الصحي وثمن المحافظ دعم البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وتدخلاته متعددة اليوانب